ومن على مسرح ميامي بينورني وبيشرفني إنك متامر فرج أهلا بيك منورني أهلا بيك وإنتوا المنوريننا وأشكر صدى البلد على وجودها معنا النهاردة وعلى تحتيتها لحدث مهم زي مصرحية طيب وأمير المصرحية جميلة جدا والمصرحية من أول يوم عرض وهي أرش كومبليل الحمد لله يعني متباعة كلها sold out الحمد لله طيب وأمير طيب وأمير مسرح كوميدي في مسرح ميامي أنتوا بتفتتحوا طبعا المصرح بعدما تجدت شكله جميل المصرح شكله حلوي قوي 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 جدا وعايز أقولك إنه يعني إحنا أصرينا بشدة على إن إحنا نفتتح على المصرح ده لإنه إحنا لغاية آخر وقت في البروفات ما كناش عارفين أنا أعرض فيه ما نعرض على أي مصرح يعني أنتوا اخترتوا السيناريو ما كنتش تستعار فيه ما إحنا كان عندنا بنعمل بالبروفات على المصرح العائم وفيه انتظار إنه مسرح ميامي يكون خلص التجديدات بتاعته ولغاية آخر وقت ما كانش لسه فبصراحة يعني وجود دكتور خالد جلال على رأس البيت الفن للمصرح برضو دلوقتي سهل لنا كتير إنه كربج الناس كلها يلا 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 وفعلا إحنا دخلنا عملنا البروفات الأخيرة بتاعتنا هنا على المصرح والناس العمال لسه شغالين ولسه بتشتبات شغالة لغاية لما الحمد لله بقى على أكمل وجه زي ما انتوا شايفين لأنه كان هيبقى ارتباط ظريف افتتاح مصرح عريق زي مصرح بيامي مع أول إنتاج لفرقة عريقة زي مصرح الكوميدي برئاسة ياسر التوبجي لأنه يعني يمكن الناس مش فهمة مصرح الدولة شوية وهو مسرح الدولة ما هواش المصرح القومي فقط فعلا اه نص بتفتیکل مسرح الدولة هي مسرح القومي أوه مسرح الجد أوي دايما النس متخيلة كده أوه مسرح الجد المصرح اللي هو كل روايق ها حم للأسف لأنه Cum sur air روايات هو دايما النس قد لها فكرة الحاجات اللي هي مع صلجة كده شوية ٴää اللي هي عارفة تعيس اللي هو الخشب الزين ده وهو الحاجات الخشبها عريض دي فلاه هو المصرح دولة فيه كذا فرقة منهم فرقة مسرح قومي مسرح الكوميدي السامر كذا 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 فالمسرح الكوميدي بالذات يعني يمكن ناس برضو ما تعرفش انه هو اللي طلع انا وهو هي اللي طلع سيدة الجميلة اللي طلع روايات كوميدي جميلة جدا عايشة في وجداننا حتى الان فكان افتتاحه بشكله الجديد كالمسرح الكوميدي كفرقة المسرح الكوميدي برئاسة ياسر التوبجي وتحت رعاية دكتور خالد جلال في منصبه الحالي اللي بيجمع مع منصبه الاساسي البيت الفني للمسرح وسادة الوزيرة نيفيني كيلاني فالجمع ده كان نكون يعني بنموت بقى بادينا وسناننا ان احنا نعمله ان احنا فعلا نعمل اللي تنمع بعض افتاح مصرح ميامي مع انتاج جديد للمسرح الكوميدي واعادة احيائه طيب تابر هو الشهير بمصرور اه الشهير بمصرور الدغدغان مصرور طيب هتريد شوية تفاصيل كده عم مصرور مصرور هو بص احنا مصرحية هي طيب وامير وهي مصرحية من التراث لنجيبي رحاني وبديع خير يومين قبلها هي اصلا هل هي سلامة فخير هي سلامة فخير هي سلامة فخير هي الملك مارينجوس الاول لو تفتكر اللي هو ساحب الجلالة لأستاذ فريد شوئي هي جناب السفير لأستاذ فهد المهندس هي تيمة البديل اللي هو الرجل الطيب الذي سوف فجأة يتحول الى امير تمام ويتبدل مكان ويبقى امير ويحصل له صعوبات وطرفات في التبديلة دي وهي عن رواية الزائرون اصلا رواية الفرنسية ولكن لما خدها بدأ خيري وانا جيبي رحاني عملوها دخلوها جوة تراثنا الثقافي العربي فدي برضو كانت قيمة مهمة او المصرحي دي حابين ان احنا نخش بيها ونفتتع بيها المصرح الكوميدي فهم بقى في طيب وامير انا لا الطيب ولا الامير انا اللي في النص هو مسروح اللي هو مسروح اللي هو الوزير العقل المدبر اللي وراء الامير لان الامير بتاعنا برضو انا هتعرف ان هو تافه شوية فهو وراء الوزير اللي بيحاول يلم تفاهته دي وراء وبيحاول ان هو يعمل يحيك القصة والاتفاق مع الطيب وهكذا علشان يوصلوا ان هو يحمي الامير بتاعه هو مش شرير يبان شرير لكن هو مش شرير هو بيبحث عن المصلحة بتاعت الامير بتاعه ومصلحة الدولة بتاعته على حساب حتى لو هي على حساب الرجل الطيب طب عايز اقولك ان كل المقالات اللي قررتها على المصرحية من قبل ما جي كل الناس اشهدت بيه الفنانين اللي حضروا اشهدوا بالمصرحية النقاط الجمهور كمان اتكلموا عن الملابس عن الاخراج ان الحياة كلها شطلها حلوة قوي تعرف ان كان دايما بتقال ان يمكن مصرح الدولة عشان امكانيات فيه بسيطة بقاش قادرين نصرف قوي في الحاجات دي لأنا شايفة ان انتوا دلوقتي بقى فيه صرف كويس في حدود طبعا مش زي القطاع الخاص برضو اقل شوية بس قادرين نتعملوا جودة حلوة بص هقولك على حاجة احنا هنا فيه عندنا نقطتين يعني الفرق ما بين انه يبقى عندنا انتاج سخي او صرف كويس وفيه انه يبقى عندنا معوقات استخدام هذا الانتاج يعني دلوقتي احنا فيه وجود دكتور خالد انت عارفة دكتور خالد من مركز الابداع يعني كان بيعمل ايه وبيعمل من في الشغباط وعايز انه فعلا يعني يزق مع المواهب الموجودة فا اا يعني المشكلة ممكن احيانا ما تبقاش مشكلة فلوس قد ما هو مشكلة البيروقراطية والقرارات والامضاءات والموظفين والمشافيه اللي هيطلعوا الفلوس دي يعني احنا كان مشكلتنا كلها في الانتاج مثلا انه مش المبلغ اللي اتحط للميزانية لا الميزانية معقولة وبتعمل الحاجات اللي احنا نقدر اللي احنا عايزينها وفعلا زي ما انت قلت احنا بنحاول ان احنا نعمل اجوة حاجة في حدود المسموح الامكانيات لكن المشاكل اللي كان بتقابلنا انه لا اصل المسؤول عن العهدى لازم يشعر بس اعتقد المشاكل دي تحلت عشان كده احنا شايفين النتيجة دلوقتي حدوة في كل المسارح دي موجودة بس ده يعني بصراحة بصراحة يعني مكانش هيحصل الا في وجود حد حابب المسرح ده قوي زي ياسر التوبجي وزي دكتور خالد جلال يعني ياسر يا حبيبي انا كنت في احيانا اكل شوية واحد جاي جان بود نقول له صحتك ضغطك مش عارف ايه حددت المسرحية في وقت قد ايه حوالي ستة شهور ستة شهور طيب قدر اقول ان السكريبت في حاجات مودرن مثلا فيه افهات اللي احنا بنسمحها دلوقتي فيه شكل مودرن شوية خلي بالك الحاجة يعني او هذا العمل من تراث الرحاني ولكن احنا ما كانش هينفع نقدمه بنفس الصيرة وبنفس الشك وبنفس المعطيات بتاعت الزمن بتاعه اللي قدمت فيه طبعا فعشان كده كان معنا الكاتب احمد الملواني وهو صديق عزيز يعني والناس اللي اشتغلت معه قبل كده خد بقى الموضوع وطوره وعمله يناسب الوقت اللي احنا فيه فيه موبايلات فيه يعني المحرك فيه محرك من محركات الاحداث انه الموبايل بتاعه طيب تسرق فابتده يدور بقى هيعمل ايه بالفلوس اللي معاه وبتاعه وخلي بالك برضو ان احنا احمد الملواني هنا برضو جمع ما بين قصتين فيه قصة بتاعة صاحب الجلالة بتاعة الملك مارينجوس اللي هي الشبيه مش البديل الشبيه تمام الشبيه والبديل ايه انتو معاكم القصتين اه وانه هو اه الشبيه ده اتعلق بالسلاة اه باي اسمها ايه المضيفة اللي كانت اه موجودة اه وعندنا القصة بتاعة سلامة في خير اللي هو اللي متجوز واشا عايف ايه فهو جمع ما بين الاتنين اه فعمل نسيج جديد نسيج جديد اه النسيج الجديد ده اه الجمهور اللي بشوفه الاعمار مسلا اللي بتيجي المسرح هنا ايه اه بصي انا مفاجأة صح؟ انا كنت خايف انا كنت خايف جدا لانه بصي انا اشتغلت انا تجربتي مع مسرح الدولة قبل كنك المسرح القومي اه مسرح القومي اه لا يعني مهما الدنيا بتروح وتيجي عليه اه ليه اسمه المسرح القومي وليه جمهوره وليه شريح معينة وليه عمره معينة هل الشريحة اللي هتيجي هي الشريحة بتاعة الشباب بتاعة وسط البلد اللي عايز افلام سينما مترو مش عارف ايه والضرب والبتاع فما لقاش حجز فقالك طب يلا خش المسعي دي فاهمت ولا هيكون عائلات ولا هيكون عام زي الحمد لله حلاقينا شريح من جميع من جميع الشريح بجد اه وناس فعلا اه لا دي جا ناس ناس عايز تتحك ناس عايز تبزت وعايزة تشوف فن هادف وفن محترم بالزبط وتادة تقول الاعمار تشوف بالزبط طبعا طبعا لا وكمان اه يعني خلي بالك يعني احنا مسلا عندنا كان عندنا مشكلة فضيعة جدا احنا عنار التاني يوم العيد شهر رمضان بقى وما قبله انتو بتحدد احنا بنصور او انت كمان كان عندك مسلسل وريدي كان انا وشام وشريح وكذا حد بنصور فمش عارفين ان احنا نزبط موعدنا مع بعض ونعمل بروفات كفاية يعني احنا يعني احنا دخلنا فعلا واحنا ما عملاش بروفات كفاية ولكن كنا خلاص عارفين معتمدين على ان احنا اولا شلة فقر كلنا صحاب وكلنا جران طب مسرح من زمان اه وكلنا جران وصحاب هو ده يمكن يعني كنت عايز يعني نعتمد عليه في الدعاية او الناس حسد حتى بيه الناس دي صحاب وبيحبوا بعض ويعرف بعض من زمان فده بين في الكيميا بتاعتنا جدا فتخيالي بقى الشلة الفقر دي هيعملوا ايه على المسرح بس هو ده اللي انا عايز اقوله للناس يا جماعة ترغب بتدخلوك على الناس احيانا اه بصي ماينفعش بص اللقم قالي لا مافعش ليه هبتحسر وش هايزي يقولانا لا لا انا هقولك حاجة اه المخرج بتاع العمل محمد جبر وجبر شديد مع الموظفين بتقول ايه محمد جبر يعني اول كلمة بتتقال في السي في بتاعه الالتزام الانضباط اغم ان هو لذيذ جدا جدا وحبوب وجميل عنده حطة انضباط اه ماشي تعالى نفكر ونعمل وطلع كل اللي عندنا بس احنا بنحضر بس احنا بنحضر وانس ان احنا اشتغلنا خلاص بك هتعمل حاجة جديدة هتقلب لانه ده يعني واقع انه انا اشوف حاجة قالقيها مش ماشي مع الجمهور اه حاول اغيرها او ان انا قولي وانا اقولك تغيرها هل حصل بعد العرض مسلا قعدته تاني مع المخرج وغيرته حاجات من السيناريو حتى الان ويعني يمكن كمان الاسبوع اللي جاي في حاجات هتتأسأس وحاجات هتتزبط يعني لسه يعني المسرحية اه او المسرح اه هو مستو كده انه كائن حي معاك بيتطور بيعمل مش عارف ايه بس دون المساس بالقوائم بتاعته الاساسيات بتاعته ايه بعد طيب وامير في حاجة هتجهزها الفترة الجاية اه والله بصي طيب وامير استنزفنا اوي 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 لازم لازم نفصل بس مش عايف امتى الوقت يعني اللي هيبقى مناسب بس هلازم نفصل جدا لانه احنا يعني يبتدى يبنى علينا العجز عايفة عايفة ايه انا مش لاجهات لا لا خالص فين بقى نبقي الخشب باشا ده مفيش الكلام ده فو وبرده انا محتاج ان انا عايز اركز في الكتابة شوية وتسويق الحاجات اللي انا بعدها اكتبتها عندي رواية باكتبة بقى ده تلت سنيين غالب الوقت مش عايفة تخلصها دي انا بأسمع عنها بقى دي كتير اللي هي ضرب sizing. صح انا بأسمع عنها دي باشه لقاءات كتير اللي تمر باتكلمية كلنا كلنا سمعنا عنها لكن ما شفناش لسا ليه تمر متاهر فيها بصي انا مش صناعي كتابة انا صناعية تمثيل يعني حطيني قصاد الكاميرا لو أنا في أي ظرف كان لو أنا في أي حاجة هشتغل يعني أنا كان والدي توفى ودفنت وعملت العزة وروح تصورت طلعت روحي تمام لأنه كان مشاهد لازم تتصور وبتاعه مشاهد كوميدية ففي التمثيل أنا صناعي أما في الكتابة أنا هاوي في الكتابة أنا معرفش إن أنا أكتب عشان لازم أسلم عشان عندي طب ما الهاوي ده أحيانا برضو بيطلع منه حاجات أرتيستيك أو فنية أوي الهواية مش وحشة لأ الهاوي لازم نه موت أصدك بتاخد منك وقت بس تلات سنين يعني يا راقي الكل ده ولست ده 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 أكتر آه 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 خلي بالك تبدأ يبقى فيلم ولا مسلسل ولا آه هو مسلسل ما هو المشكلة اللي مأخرني كمان إن أنا بكتبه كرواية آه وفي نفس الوقت آه سيناريو خمستاشر حلقة فهو ده برضو المؤخر معاه شوية إنه آه خلي بالك إن انت آه يبقى عندك عمل وتحوليه إلى سيناريو سهل فيا فيمكن ده اللي مأخرني وخليني إيه أنا ممكن ممكن مسلا أه قعد أسبوع عشر تيام مكتبش واقف على جملة واه جملة مش عايزة تيجي بالشكل ال ال الوحي ما جاليش ال 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 عجبني اللي في الماструة فا فان شاء الله ربنا يسهل يعني شاهز تامر نورتنا وشرفتنا و Dallas 1000 مaretو أشكرك أشكرك ومرسيديك جدا تاني برضو وفصاد البلد اللي وجودكم معانا لأن زي ما أقول لكم ده واجب وطني برضو من الواجب الوطني للقنوات المحترمة إنها تلقي الضوء على الأعمال اللي زي كده أكيد ودي حاجة بتشرفنا وبتساعد ربنا خديك أشكريك أشكري